بعد 2003 تم استباحة المتحف الوطني وسرقت آثار منه وبحدود يعني في وقتين يمكن 11 ألف قطعة على الأقل من شتانه موجود وتم استرداد بحدود 4000-3000 ما هي كانت هذه الاسترداد؟ نعم من أي طرف من أي جهة؟ يعني من جهات عديدة يعني قسم منها من مزادات عالمية قسم منها دول التعاونة تويانة طيب وتم استردادها أكو قسم أيضا كان بالوزارة هو خصيصا بهذا باسترداد القطع الآثارية نعم وتعرف أنت القطع الآثارية يعني نوعين أكو أكو نوع قطع آثارية موجودة بالمتحف وموجودة مرقمة وهذه تقدر تتبعها يعني بالمزادات العالمية وهكو قطع لا مثلا نتيجة النبش العشوائي هذا طبعا تعرف يعني ما إلها أرقام حتى تقدر تتبعها بالسؤولة أضف إلى ذلك أكو اتفاقية هناك أعتقد بها نوع من الظلمة يعني تعرف العراق على مدى السنين أكو كانت بعثات تنقيبية تجي وأكو قطع تهرب مثل ما قلت نتيجة النبش العشوائي فكل القطع هذه الاتفاقية بسنة السبعين كل القطع اللي طلعت قبل السبعين همان حق أن نداعي به كل القطع اللي بعد السبعين وصار مؤتمر بالقاهرة حول هذا الموضوع وكان مقترح الوفد العراقي في وقته أن هذه الاتفاقية أن يعاد النقاش به هي اتفاقية دولية يعني مو يعني اللي قبل السبعين صحيح أكو ظروف معينة وخرجت كثير من القطع ولكن هاي القطع عادية معروفة لحضارات من تعرف العراق حضارات معروفة والبلد الوحيد اللي هي حضارة يمكن ما أنشئت من رحم حضارة سابقة حضارات أصيلة يعني وهاي القطع من الأرض بها خمس حضارات أنشئت فكثير من الآثار يعني هرب وموجود بمزادات عالمية هاي الاتفاقية ظلمتنا تقريبا المصريين كانوا ويانا أيضا أي دورينا أنه يجب أن تعاد مناقشتها وأن تشمل كل الآثار اللي هي خارج هسعه بشيك